السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام نرحب بكم من جديد بناء على طلب الإخوة والأخوات الذين طلبوا مني وصفة للاقلاع عن التدخين اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة حصرية للاقلاع عن التدخين طبعا باستعمال زيت أساسي وهو زيت الجرجر فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو طبعا هذا الزيت يعمل على طرد وتنظيف الرئتين من السموم ومن البلغم وأيضا يؤطيك حافز قوي للإقلاع عن التدخين ولكن أنصحكم قبل استعمال هذه الوصفة أن تكون لديكم الإرادة القوية جدا في هذا الموضوع للإقلاع عن التدخين وأعطيكم بعض النصائح القليلة في هذا الموضوع طبعا نتجنب الجلوس بين المدخنين وبين الأصحاب الذين يدخنون وشم الدخان أيضا ممارسة الرياضة بشكل كبير تساعد على الإقلاع في التدخين وتعطيك حافز قوي جدا للإقلاع عن التدخين نقطة ثالثة أتكلم فيها الابتعاد عن المشروبات التي كنت تتناولها مع طبعا التدخين لأنها بتساعدك على أن تتذكر الدخان وتتذكر أنك تدخين فبالتالي راح تواجه مشكلة كمان حاول أخ الكريم ومستمعنا الكريم أنك تشغل نفسك دائما في مشاركة الأفكار ومشاركة الزملاء والأصدقاء والأهل في الأوقات حتى تنسى بعض الوقت من الدخان والتدخين وهذه المشكلة هي طبعا بداية صعبة لكن قدام الإرادة ما فيش أي شي صعب ممكن أنك تتخلص من مشكلة الدخان وهو طبعا تهلك بشكل كبير للجسم و للصحة و لها مضاعفات كثير خطيرة جدا على الجسم أنا بدأ أقدم لكم اليوم إن شاء الله هذا الزيت وهو زيت الجرجير اللي راح يساعدكم بشكل كبير على التخلص من هذه المشكلة طبعا بدأنا أتعرف بس على زيت الجرجير أهم فوائد له وهو شراب يمنع التدخين منشط عام للزوجين مقول الأعصاب طبعا مغدي لبصيلات الشعار وطارد للبلغم طريقة الاستعمال اللي احنا ممكن نستعمل في هذا الزيت وهو شرب ملعقة صغيرة صباحا وملعقة مساء ممكن نشربه على كاسة مي دافية ممكن كمان نعمل بما يخص موضوع بصيلات الشعار وانه نستعمله كديهان لكن احنا هنستعمله كطارد للبلغم ومنظف للرياتين وايضا طارد لسموم الكبد زيت الجرجير كتير 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 ممتاز أنا يعني بأنصحكم في تستعمله متوفر في جميع الدول ورخيص الثمن وإن شاء الله ربنا بيصلح حالكم وبيقضي على هذه المشكلة وإن شاء الله بتكونوا بأحسن حال وصحة جيدة أتمنى طبعا اتنين لإعجابكم هذا الموضوع وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا عجبكم هذا الفيديو وأيضا نشير لجميع الأصدقاء كي تعمل الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله